المسائية من الميادين سلام الله عليكم وإلى العنوين غليان في الضفة يلهبه جمع العدوان الإسرائيلي عسكريا واسيطانيا من اقتحام الأقصى إلى الاغتيالات بالغارات ومن التصدي بالرصاص إلى العبوات إلى قرار إعادة العمليات الاستشهادية هل تقترب الضفة من لحظة ميدانية مفصلية على وقع التوترات من أوكرانيا إلى غزة فبحر الصين جاك سليفن في أول زيارة لمستشار أمن قومي أمريكي للصين منذ ثماني سنوات خطوة لضبط الإيقاع بالتنسيق مع بكين أم مباحثات مصحوبة باستعراض القوة الضفة الغربية تغلي لا مبالغة في ذلك بل تقديرات لم يعد ممكنا إبقاؤها طي الكتماني بالنسبة لأجهزة الأمن الإسرائيلية ولم يعد ممكنا للفلسطينيين المعتدى عليهم يوميا في كل شيء أن يهضموها وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن كفير صب الزيت فوق نار يشعلها منذ تبوئه منصبي عندما أعلن عزمه بناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى ولاقته وزارة الثقافة في حكومة الاحتلال بإقرار تمويل انتهاكات المستوطنين للأقصى ومع ارتفاع منسوب اقتحامات المستوطنين اليومية مدن الضفة والتدمير المنهج لمخيماتها الفقيرة المقاومة بأساليب تزداد شراستها إلى حدود استخدام الطيران الحربي والمسير تزف الضفة يوميا شهدائها ويرفع مقاومها مستوى المواجهة كما ونوعا رغم الصعوبات الأمنية الهائلة شيء ما في الإيقاع الذي فرضه الاحتلال على الضفة لسنوات كسرته المقاومة وارخط بظلال مشروعها على المنطقة الأكثر حساسية في الصراع ومن هنا لا يستشعر صانع القرار الإسرائيلي وحده الخطر من نمو المقاومة بل تشاركه في ذلك واشنطن التي تتحرك دوائرها السياسية والعسكرية على نحو أكثر نشاطا من مختلف مناطق الأزمات في العالم من غزة إلى الضفة إلى شمال فلسطين المحتلة والجبهة مع لبنان مرورا بأوكرانيا امتدادا إلى بحر الصين قائد الأركان الأمريكية في الشرق الأوسط ومستشار الأمن القومي جاك سوريفن في الصين في زيارة هي الأولى لصاحب هذا المنصب منذ ثماني سنوات الزيارة المهمة تأتي مسبوقة بتوترات تكتيكية تحيط بالصين كالاشتباكات المتكررة مع البحرية الفلبينية أو كالتصعيد المحدود الذي يجري مع اليابان فهل تحاول واشنطن استثمار توترات العالم التي تعد جزءا منها خلال محادثات سوريفن الصينية أم أن ضبط الإيقاع بالتنسيق مع الخصم اللدود هو خيار موجود أيضا شاهدين سنناقش العنوانين مع ضيوفنا من رام الله مدير مركز المسار لدراسات أستاذ نهادة بغوش من القاهرة الكاتب الصحفي الأستاذ عبدالله السناوي ومن واشنطن مديرة معهد نيو لاينز للدراسات الاستراتيجية كارولاين روز أبدأ معك سيد نهاد أبو غوش ما يجري في الضفة الغربية ومستوى الخطورة التي وصل إليها بين التصعيد الموضعي أو التصعيد بناء على ما يجري في غزة وبين المشاريع الكبرى لحسم الصراع في فلسطين وفي الإقليم الذي يسعى إليه نتنياهو ما الذي يمكن أن يقيم الوضع ويضع تقييما للوضع في الضفة الغربية مساء الخير وتحياتي لكم والضيوب والمشاهدين الكرام يعني لا شك أن الحرب على شعبنا الفلسطيني في غزة هي حرب على الشعب الفلسطيني وأهدافها تمس كل الشعب الفلسطيني والجرائم اليومية التي تقترفها قوات الاحتلال تمس كل فلسطيني يعني أهل الفلسطينيون هم شعب واحد سواء كانوا في الضفة بما فيها الكوطفة أو غزة أو حتى في الشتات صحيح أن المعارك في غزة هي حرب إبادة لا سابقة لها في حجمها وكثفاتها ودرجة تمادي قوات الاحتلال في انتهاك كل القوانين والأعراف الدولية وانتكاب جرائم إبادة معدل الشهداء لدينا في غزة حوالي 130 شهيدا في اليوم وأنا أتحدث عن فترة يعني قارغت على نهاية الشهر 11 في الضفة هناك حرب لكن بوتائر منخفضة لكن بنفس الأهداف السياسية وهي محاولة حسم الصراع مع الفلسطينيين بالقوة المسلحة وليس عبر أي وسيلة سياسية لا مقاوضات ولا اتفاقيات حسم الصراع في الضفة يعني أن إسرائيل تريد بالقوة المسلحة أن تسيطر على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي أن تخمد أي مظهر من مظاهر المقاومة أو حتى معارضة الاحتلال أن تحد من إمكانية تحول الضفة إلى جبهة إضافية تستنزل قوات الاحتلال وبنفس الوقت إلى جانب هذه الأهداف ورسم المصير النهائي للفلسطينيين بحكم ذاتي يشبه البلدية بنفس الوقت هناك أيضا نزعات انتقامية هم يرون أن كل فلسطيني هو أن كان مقاتلاً فدائياً أو مدنياً أو عاملاً أو طفلاً أو امرأة أو رجل أو أستاذ مدرسة أو عامل هو هدف للانتقام وهذا ما يتبدأ بجرائم الجيش في غزة وبجرائم الجيش في الضفة وأيضاً بالفلسطينيين الذين يساهمونهم بقسطهم أيضاً في عمليات القتل شبه اليومية لعدد حتى الآن يعني خلال أيام الحرب فقط يعني هناك حوالي 22 شهيد فلسطيني برصاص المستوطنين إلى جانب ذلك أيضاً يعني هذه النقعة الانتقامية تهدف بلا شك أيضاً إلى فرض حل سياسي على الفلسطينيين يكرس انفصال الضفة عن غزة ولذلك هم يريدون أن يقولوا لكل الفلسطينيين أنه إذا لم تلتزموا الصمت والهدوء والحياد والبيوتكم بشكل أو بآخر مصير غزة سيكون في الضفة ولذلك قالها أكثر من المسؤول أنه إذا أراد الطول كرم أن تظهر نفسها أنها مدينة متمردة فسنعاملها كما نعامل غزة ونفس الشيء وبالمناسبة هذا لسه مجرد تهديد هذا فعل بدأ يجري تنفيذه في عدد من مقيمات الضفة وخطة في مقيم جنين ونور الشمس هذا هو الوضع في الضفة أستاذ نهاد لكن هنا أريد أن أسأل السيدة كارولين روز مساء الخير عن موقف الإدارة الأمريكية مما يجري فيها الضفة إذا كانت إدارة بايدن قد دعمت إسرائيل بشكل مطلق في غزة سياسيا وعسكريا وبالدخائر وبالأسلحة وبالموقف السياسي وتحت عنوان أن إسرائيل تدافع عن نفسها هل الإدارة الأمريكية سيكون لديها نفس الرؤية والتعامل مع الضفة الغربية ما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية أعتقد على الورق وأمام رأي العام ربما ستحاول إدارة بايدن ستحاول إدانة إصدار إدانة مثلا لما حصل في هذا المقيم في الضفة الغربية بالإضافة إلى موجة العنف التي نشهدها بين المستوطنين والمجتمعات الفلسطينية ولكن في نفس الوقت أعتقد أنه خلف الكواليس الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل كبيرة كون الحكومة الإسرائيلية حاولت أن تقوم بتوسيع الحرب في غزة وأن تتوسع هذه الحرب إلى جبهات عدة خاصة في وقت حساس جدا حيث هناك مسائب من أجل التوصل إلى وقت إطلاق النار مدته ستة أسابيع وأعتقد أن الولايات المتحدة تنظر إلى مثل هذه الأفعال على أنها ستدر وقد تخرب حتى الأمل على الأمد الطويل وأيضا تخرب التوصل إلى اتفاق محتمل يمكن أن يحتوي العنف الولايات المتحدة لم تكن مسرورة على الأطلاق عندما حصلت ضربة إسرائيلية ضد سوريا وأيضا الولايات المتحدة لم تكن مسرورة بما حصل في معبر فيلدلفيا والولايات المتحدة أيضا هي غير مسرورة من أننا قد نرى المزيد من التصعيد في المنطقة بين إسرائيل وإيران ووكلاء إيران وبالتالي أعتقد أن الولايات المتحدة تريد أن تقوم باحتواء الوضع خلف الكوليس أعتقد أننا سنرى الكثير من الضغوط ضد تل أبيب على صعيد محاولة التصعيد والتوسيع ولكن في النهاية أعتقد خاصة مع أكتراب الانتخابات لا نرى إدانات شديدة تدهجة أو إدانات حقيقية من قبل إدارة بايدن أقله خلال الأسبوع القليلة المقبلة هنا أيضا أستاذ عبدالله سناوي مساء الخير وريد أن أستمع إلى رأيك خاصة للجهة أننا عندما نتحدث عن إتمار بن كفير أو حتى سموتريتش الذين يديرون الوضع الآن في الضفة الغربية بشكل أساسي نتحدث عن شخصيات تدفع باتجاه التفجير يعني في الأسبوع الماضي رأينا اقتحامات للمستوطنين الإسرائيليين ثلاث ألاف مستوطن للمسجد الأقصى على رأسهم الوزير بن كفير ثم يوم أول أمس يقول أريد أن أبني كنيسة يهوديا داخل المسجد داخل المسجد وهذا مشروعي أيضا موضوع الميليشيات الإرهابية الاستيطانية التي يحذر منها رئيس الشباك ويقول أنها منفرتة ونستطيع السيطرة عليها الشباك الإسرائيلي إذن وفق ذلك أستاذ عبدالله نحن ننتقل وكأننا ننتقل شيئا فشيئا من الصراع داخل الجغرافية الفلسطينية إلى ما هو أبعد الأمور في الضفة قد تفتح الباب على تحولات في الصراع نحو الإقليم هذا حقيقي هذا مما لا شك فيه يعني دائما يقال أن تسوية الماء الإصراع في غزة وقف إطلاق نار أو غدنة صفق التبادل إدخال مساعدات هذا يساعد على منع حرب إقليمية وسعة لكن ما يحدث على الأرض يضع شكوك وسعة في هذا الخيار فإذا ما نظرنا إلى الضفة الهربية أن تتحدث في هذه اللحظة عن كتل النيران تكاد أن تداهم الضفة الهربية وتداهم الإقليم كله وتداهم العالم بأسره في حل دينية يعني الكلام بين الجفير والصلاف والكلام عن الهيكل وهدب المسجد النقصة هذا سيناريو الآن يعني حقيقي ووارد ومخيف ولم يعد مجرد تحذير أنت هنا أنا أتذكر في هذا المجال البابا الراحل شنودة الثالث ساة خمسة تسعين كان في حوار بيننا أغلق جهاز التسجيل وسألني قال لي حاشا لله إذا قصف المسجد الأقصى وقيل أن مجنونا قد فعل ذلك ماذا يمكن أن يكون رد فعل العالم العربي هل يتوقف رد الفعل على مجموعة من التظهرات والإحتجاجات هذا سؤال حقيقي يعني مر عليه حوالي 30 سنة لكن هو مطروح الآن بدرجة أكبر أنت عندك من غفير تلميس كهانا يعلن أن هذا السيناريو وارد جدا ثم يشجع عليه مستوى التخازر العربي الحقيقة في هذه اللحظة ردا على السؤال الأمريكي الحقيقة أن الفلسطينيين يحاربون أمريكا وليست إسرائيل إسرائيل بموازين القوى العسكرية والاستخباراتية وإذا ما أنت عاوز أقول لا تستطيع دخول حرب إقرامية واسعة إذا لم تتحرك القوات الأمريكية وتوفر ظهير استخباراته العسكري والاستراتيجي لإسرائيل أنا أعتقد أن حزب الله وحده يمكن أن نؤذيها بطريقة غير متصوط نحن أمام جيش منهك متعب لا يستطيع حتى الآن حسم المعركة أو الحرب في غزة رغم كل ما يشعر لكن في حماية لذلك القوة الجامعة إحنا لو صورنا أن الكلام ده لو انتقل إلى الضفة الهربية أنا عندي هنا ازدواج في الخطاب الخطاب الأوروبي والخطاب الأمريكي لا يعترف من المستوطنات ويحازن منها ويتحدث زعوبا أنه بصدد أمريكا بالذات تماما هنا إصدار عقوبات لبعض الجماعات والأشخاص المستوطنيين في الضفة الهربية ثم من ناحية العملية لا توجد هنا حبرة لا أمريكي تستطيع أن تقمر إسرائيل طيب هنا لا تريد ولا تقدر أيضا هنا في المشهد يعني يجب أو وجب التوضيح وسنترك المهمة لأستاذ نهاد من رامالله أستاذ نهاد موضوع الاقتحامات التي تجري داخل المسجد الأقصى توسيع الاستيطان غير الشرعي الذي يلقى تنديدا دوديا كبيرا هجمات المستوطنين على القرى والمزارع والبيوت في الضفة الغربية وحتى مسألة بناء كنيس داخل المسجد كل هذا يصور على أنه أعمال غير قانونية لا تمثل الحكومة الإسرائيلية والوزراء الإسرائيليون وحتى الصحافة الإسرائيلية تحاول التبرؤ منها لكن ما كشفته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية اليوم يقول أن حكومة بن يمين نتنياهو هي من سيتولى تمويل اقتحامات المستوطنين اليهود للمسجد الأقصى داخل القدس أيضا الاقتحام الذي جرى بثلاثة ألاف مستوطنين للمسجد الأقصى قبل أيام التسريبات الإسرائيلية قالت أنه تم بعلم وموافقة وتشجيع من رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو إذن بين الحديث عن ميليشيات منفلتة ووزراء متطرفين وإرهابيين لا يمثلون الدولة وبين الحديث عن نهج تقوم به إسرائيل نهج حكومي متكامل أين الحقيقة؟ الحقيقة أن محاولة يعني عزل أو الفصل ما بين السلوك بين بير واسموتريتش وحتى مجموعات المستوطنين الميليشيات المستوطنين المسلحة بينهم وبين حكومة الاحتلال هو نوع من الدواجيات المعايير نحن رأينا كيف أن الولايات المتحدة ومعها 18 دولة أخرى عاقبت وكالة أممية هي وكالة الغوط لمجرد اتهام دون دلائل لنهو 11 موظفا أنهم شاركوا في هجوم قوة الأقصى فما بالك بوزير يحرض على إحراق القرى الفلسطينية ينتهك كل القواعد حتى التي وقعتها إسرائيل والاتفاقيات الدولية نحن نتحدث هنا عن ما يسمى اتفاقية الوضع القائم وهي اتفاقية تعود إلى العهد العثماني وحفظتها دولة الانتدار البريطاني وظلت محافظا عليها في العهد الأردني وطيلت حوالي خمس عقود من عمر دولة الاحتلال ما عدا في السنوات الأخيرة وهي اتفاقية الوضع القائم بالأماكن المقدسة في القدس كل هذا أنا ما أريد أن أثبته هنا أن هناك منظمات حقوقية وأهلية إسرائيلية وأعضاء كينيتف وشخصيات إعلامية كلها تؤكد أن عنف المتوطنين هو جزء ليتجزأ من عنف دولة الاحتلال ليس من فترا عنه لا في الأهداف ولا في السياقات ولا حتى بتوفير أشكال التساند المتبادل إنما هناك فرق بين بعض العمليات التي يقوم بها الجيش وفقا لقواعد عسكرية أو تقوم بها بعض الأذرع الأمنية مثل المخابرات والاتخبارات وما يقوم به المستوطنون الذين يقومون بعملياتهم من خلال عمليات هياج جماعي هستيري يهاجمون القرى ويحرقونها ولذلك هناك عملية تكامل وهدف هذا العمل المشترك والمتكامل هو قرض الفلسطينيين واستيطرة على أراضيهم وحسن الصراع معهم من القوة المسلحة وما يجري في المسجد الأقصى يأتي في هذا السياق حيث أن حكومة الاحتلال فعدت من عمليات وحاولاتها لتغيير الوضع القائم أولا بدءا من السماح بزيارة الحرم القدس الشريف قالوا فقط الزيارة ثم سمحوا بالصلاة الصامتة ثم سمحوا بالصلاة الناطقة ثم سمحوا بإدخال بعض أدوات الصلاة وسمحوا بأداء بعض الطقوس التي هي ليست الطقوس تعبدية بالمناسبة هي يسمونها في الدين اليهودي طقوس تطهرية تمهيدا لبناء الهيكل الثالث شرط بناء الهيكل الثالث هو القيام بعملية تطهر معقدة من بينها السجود الملحمي الذي يقوم به بعض من التوطنين ثم عملوا على تنفيذ التقاسم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى بحيث خططوا الفترة الصباحية من الثابعة صباحا حتى الحادي عشر لليهود الذين بدأوا يزورون المسجد الأقصى من أفراد إلى مجموعات صغيرة إلى جماعات صارت تزور بالآلاف والآن يطمحون إلى التقاسم المكاني بانتزاع جزء من مساحة الحرم القدس الشريف وهناك أماكن كما جرى في الحرم الإبراهيمي في الخليل نعم من بينها منطقة باب الرحمة وهو مبنى ضخم وأيضا محاولة انتزاع مكان لبناء كنيس مذعوب كل هذا لا يخفي هؤلاء المتطرفون نيتهم على هدم المسجد الأقصى إذن هو أستاذ نهاد وفق هذه الأدلة والشواهد هو نهج الحكومة نهج الدولة وليست مجموعات منفلتة أو تطرف من هذا الوزير أو ذاك لا يمثل الدولة إذن هناك عملية منهجية تجري لضم الضفة الغربية تهجير السكان منها وهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم مكانه سيدة كارولاين روز بناء على ذلك إذا كانت الإدارة الأمريكية تضع كل المسؤولية في غزة على حماس على حماس تقول حماس هي السبب سبعة أكتوبر هو السبب وأن هذا يمثل خطرا وجوديا على إسرائيل في الضفة الغربية هناك السلطة الفلسطينية التي أنشأتها أو شاركت بإنشائها الولايات المتحدة الأمريكية وفق اتفاقات أوسلو وهذه السلطة تقول لا نريد أن نقاتل لا نريد عنف لا نريد أن نقاوم نحن سلميون وسنبقى كذلك وملتزمون بالشرعية الدولية واتفاقات دولية وكل شيء مع ذلك هذه السلطة الفلسطينية لا تسيطر على الضفة الغربية ولا تقوم بمهامها كسلطة فلسطينية وفق اتفاق أوسلو إذن لا حماس في الضفة الغربية ماذا ستبني واشنطن كيف ستبني سياستها في التعامل مع المتطرفين داخل الضفة أعتقد أن هذا يمثل مصدر قلق جديد ليس فقط الولايات المتحدة وأنما أيضا لكافة اللاعبين الذين يشعرون برؤب كبير وهم يشاهدون تطورات هذه الحرب في غزة وأعتقد أن هذا يظهر أن الأمور يمكن أن تخرج عن السيطرة بسرعة ليس فقط عندما يعتلق الأمر بعنف المستوطنين أو العنف والسراع على مسجد الأقصى كما ذكر الزميل للتو ولكن بالإضافة إلى ذلك كيف أن الضربات أو كيف تدخل وتضرب إسرائيل المخيمات في الدفة الغربية هذا أيضا قد يؤدي إلى جبهة ثانية أو ثالثة بعد الحرب أو بعد أزمة غزة والولايات المتحدة لا تريد أن ترى ذلك بالطبع مع العمليات التي تحصل في قطاع غزة الولايات المتحدة أعطت إسرائيل الضوء الأخطر لتنفيذ هذه العمليات ضد حماس وحتى على الحدود مع لبنان بالإضافة إلى ضربات ضد سوريا أولايات المتحدة إلى حد ما أيضا أعطت الضوء الأخطر في هذه الهجمات نظرا إلى أن إسرائيل تشدهت في الميشيات المتحالفة مع إيران ولكن بالضفة الغربية المسألة أكثر تعقيدة على لصعيد تقديم تبريرات من الأولايات المتحدة ونتيجنت لذلك أعتقد أن الولايات المتحدة ستمارس بعض الضغوط على الحكومة الإسرائيلية أو الأقل آمل من أنها ستمارس الضغوط وذلك نظرا إلى أن هناك عدة تناقضات على صعيد العنف الذي يتساعد وأيضا الاستمار بالمزيد من العاملات في الضفة الغربية وأعتقد أن الولايات المتحدة سيكون لديها مخاوف حقيقية إذا تصعيد العنف بالإضافة إلى إمكانية وجود أو نشوء جبهة ثالثة مع هذه الحرب طيب هنا أيضا من جانب آخر أستاذ عبد الله موضوع الظرف العربي والبيئة السياسية العربية التي تبدو مشجعة للإسرائيليين على الاستمرار بهذه السياسات سواء حرب الإبادة التي تجري في غزة الإبادة الجماعية أو حتى نقلها إلى الضفة لتنفيذ مشروعات دينية ومشروعات سياسية إحلالية في الضفة الغربية هذه البيئة أستاذ عبد الله وأنا أذكر أذكر تماما ترامب عندما اعترف بضم الجولان السوري لإسرائيل خلافا للقانون الدولي وخلافا للإدارات الأمريكية السابقة قال بأنهم وعندما عرض صفقة القرن قال بأن العالم العربي سوف يفور وسرعان ما سوف يهدأ ولن يكون هناك أي شيء اطمئنه بمعنى أن الأمريكيين بدأوا والإسرائيليين يعرفون ما هي البيئة السياسية العربية القائمة حاليا لو هدب المسجد الأقصى غدا يعرفون أن هناك من سيخرج في العالم العربي تيار في العالم العربي الآن صهيوني أنت تعرف هذا سيقول أن هذا المسجد ليس له قيمة أصلا قالوها حتى قبل ما يتم الهدم أو حتى نية الهدم إذن إلى أي حد أستاذ عبدالله هذه البيئة السياسية العربية والثقافية والنخبوية تلعب دورا في تشجيع إسرائيل على الاستمرار العامل الرئيسي أو إذا شئت الدقة هناك عاملان رئيسيان الدعم الأمريكي المطلق على كافة المستوىات لإسرائيل مكانها من المضيف في حرب بإبادة وتجويع منهجي في غزة والكلام دايما بيكون قريب من فكرة ليس منع الحرب لكن ادخال المساعدات ثم توجد عوائق حقية إسرائيلية ثم لا تجد أمريكا أمامها غير تحميل حماس المسئولية وإعفاء إسرائيل حتى في مفاوضات قالت أن ناتنياهو وافق والحقيقة مش عارف جابوا كلمة من فين فاصلحات واضحة ومحددة يعني ولا خفاء فيه ناتنياهو وافق على خطة بايدن أو إنه هو صاحبها لكن الكرة الآن في ملعب حماس حماس وافقت على خطة بايدن خطة يوليو ولكن وجدت تسرائيل نفسها بتقدم شروط جديدة فأنت أمام وضع أمريكا هي العدو الأساسي والرئيسي فيها العامل الثاني هو الضعف العربي لو برسلت لأمريكا الثاني أنت قدام الانتخابات الأمريكية بعد سهرين بايدن وترامب كلهما أسوأ من الآخر ترامب خرج لكن حتى الآن كوندريل رئيس كامالا رئيس يعني في خطبها لو أنت تتأمل فيها حول تصنع نوع من التوازن لأنه فيه غضب في الشارع الأمريكي في أوسط شباب الحزب الديموقراطي وفيه حاجة فيه حاجة بتتحول تعطفا وتضامنا مع غزة لكنها في نفس الوقت أكدت على الخطاب الأمريكي التقليدي الدفاع حق السرعين في دفاع نفسها وأنه لابد أن نكون مطمئنين إلى قدرتها على حماية نفسها في مجد سيد عبد الله لماذا بيّن العالم العربي بهذه الهشاشة على الصعيد الرسمي الأنظمة الرسمية وعلى صعيد النخب العربية وعلى صعيد الشارع يعني بانت أو كشفت الحرب هشاشة هذه الدول وهذه المجتمع هذه قصة طويلة لم تبدأ اليوم لكن احنا وصلنا إلى قصة طويلة بسقوط العراق تحت الاحتلال الأمريكي بتظاهر المشق العربي كله بانتقال بضعف مصر واضعفها بعد بأثر اتفاقية كامبي ديفيد سنة 79 78 قدام وضع يعني فيه انهيار كامل موجود المنظومة العربية ولمفهوم الأمن القوم العربي النظام العربي وصل ضبط انهياره في حقيقة رابع ودائما المشكلة نحن دائما نقول نحن الآن عند قاع النظام العربي ثم نكتشف أن هناك قاع قاع أن هناك قاع للقاع أيضا الضعف والخزنان بيغري بيغري بالضغط ويغري بالله يعني في المثال أنا ممكن أقول الموقف المصري في النقاط المعلقة كان في الفوضات القاهرة بخصوص معبر رفح لوارقة الفلسطينيين الوعيدة في غزة أو بخصوص محور صراح الدين موقف معقول رفض التنازل لكن غير كامل غير مناسب لأن أنت تقدر ياخذ موقف أعلى بكتير يعني ما في عيدة تدعاء سفير ولكل هذه المساعدة علق الاتفاقية لازم فيه حاجة الحكام العرب كلهم الحقيقة أقرب للمعلقين السياسيين محللين تحولوا لمحللين ويعلم لتكلم شوية هم بيعلاقوا في النهوة في الفراغ وهذا سيكون له نتائج وتداعيات لأنه فيه اختلال في العالم العربي وهذا يحتاج لنقاش لوحده في ساعات المعلومات حول ما يجري في الوقت الران سواء في الضفة أو على صعيد الأحداث المتعلقة بالمفاوضات مشاهدين فشل متلاحق أسفرت عنه مفاوضات الدوحة والقاهرة تعقبه زيارة يجريها رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال شارلز براون في تل أبيب حيث التقى وزير الأمن الإسرائيلي واف جلانت الجانبان نقشت تعاون المشترك لمواجهة خطر إيران وحلفائها وفق تعبيرهما وخطر فصائل المقاومة الفلسطينية فهو ما زال يتربص بإسرائيل والأمر يتعلق بما بعد غزة وبجبهة الشمال مع لبنان وبالضفة المحتلة حيث تتجه إليها أنظار القادة العسكريين الإسرائيليين هي قناعة راسخة لدى قادة الاحتلال حيث يصف محللون إسرائيليون الوضع بالضفة بقنبلة موقوطة قد تنفجر في وجه الاحتلال الإسرائيلي في أي وقت وكثيرة هي الأسباب التي تؤرق المؤسستين الأمنية والعسكرية بشأن الوضع في الضفة ولا سيما في عقاب عشرات الإنذارات والمعلومات الاستخبارية التي حذرت من بوادر تصعيد واسع في الضفة حيث تنفذ قوات الاحتلال اقتحامات شبه يومية للمخيمات هناك في محاولة لكبح تنفيذ عمليات فدائية ولكن من دون جدوى عامل آخر يسهم في توتير الوضع في الضفة واستمرار اعتداء المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية جنبا إلى جنب عمليات الاقتحامات العسكرية والانتهاكات المستمرة تضاف إلى هذا كله استفزازات من وزير الأمن القومي إثمار بنكفير وآخرها اقتحامه بأحات المسجد الأقصى وإعلانه نيته إقامة كنيس يهودي في الحرم القدسي وفي ظل هذه الخروق والانتهاكات يقول جيش الاحتلال أنه بدأ يلمس تطورا في اسلوب فصائل المقاومة فيما تؤكد كتائب القسام أن حدوثة الأبيب أن حديثة الأبيب عن عملية واسعة من الضفة لن يكون سوى مستنقع جديد سيغرق فيه جنودها سد نهاد كل هذا يجعلنا نطرح سؤال أين السلطة الفلسطينية وقوات الأمن الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية أين تبخرت في الضفة الغربية يعني للأسف باختصار شديد أقول أن السلطة غائبة عن مشهد حرب الإبادة في غزة يعني هي تكتفي بإصدار بيانات وتعليقات وتعليمات لكنها تتخذ موقفا يتسم بمجيد من الحالة العجل مع الموقف الانتظاري الذي ربما يتوقع أن يكون لها دور إذا حافظت على الصمت ولم تضم جهدها لجهد فصائل المقاومة في قطاع غزة بلا شك أن السلطة نعرف جميعا أن السلطة مقيدة في اتفاقيات أسلو وملحقاتها وبالتالي عجلتها الأمنية لا تستطيع القيام بالدور الذي يأمله كل فلسطيني وكل وطني فلسطيني هذه التشكيلات العسكرية الأمنية هي امتداد لحركة التحرر الوطني هي لم تنشع من الفراغ ولم يسقطها علينا اتفاق أسلو من جهة خارج تكويننا الفلسطيني هي امتداد للتنظيمات الفلسطينية وخاصة لحركة فتح لكن الاتفاقيات تكبل هذه الأجزاء وتمنعها من أجداء دور لا بل تترجها في أدوار ضد المقاومة وضد الأشكال الحديثة للنضال الوطني الفلسطيني لكن هذا لا يمنع بأن يكون للسلطة ولفصائل المقامة في الضفة لحركة فتح بالتحديد دور رئيسي في مواجهة المخطط الفلسطيني الذي يستهدر كل فلسطيني لأنه الفلسطيني الفلسطيني مستهدر كطاحب أرض أو كعامل أو كجندي أو كموظف أو كإنسان يسكن في قرية أو حتى مستهدر في كرامته الشخصية وفي مقدساته وفي حياته الشخصية إن لم يكن هو فأهل بيته فمن الذي يمنع عناصر الأجزاء الأمنية من أن يتصرفوا كمواطنين دفاعا عن ذويهم وعن أهلهم وعن قراءهم وعن أراضيهم وعن كرامتهم الشخصية وعن مقدساتهم أنا لا أدعو لأزج بديهات الشرطة الفلسطينية على تنبيل مثال في مواجهة غير متكافية ضد الجيش على الأقل بس أستاذني على الأقل حماية الناس مهمة قوات الأمن الفلسطينية حماية المدنيين من اعتداءات المستوطنين المسلحين على القرى وعلى البلدات وأحراق البيوت هذه مهمة قوات الشرطة بالحد الأدنى هي عاجزة من هذا الدور حتى لكن المنتسبون يمكنهم أن يلعبوا هذا الدور لو كان هناك توجيه من قبل لو فيه قيادة وطنية موحدة وقيادة الفصائل الوطنية بأن تعمم على عناصرها ومنتسبيها ومنتسبي السلطة بأن يكونوا إلى جوار شعبهم ويتولوا الدفاع عن شعبين بإمكانهم أن ينخرطوا في لجان حراسة شعبية وفي لجان الهيئات والقوى الأهلية والمؤسسات في كل قرية وحي يعني الانتشار صحيح صحيح الانتشار حول القرى وحول البلدات وحماية المزارع والأرزاق التي تتعرض للاحراق والانتهاكات سيدة كارولاين روز في واشنسون المفاوضات مستمرة والوفد التقني الإسرائيلي سيتوجه غدا إلى العاصمة القطرية الدوحة يبدو بأن المسألة حتى هذه اللحظة هي عملية تسكين أكثر منها إنجازات يعني ننتقل من القاهرة إلى الدوحة ومن الدوحة إلى القاهرة وهكذا كل أسبوع وكأن الإدارة لا تريد أن تقول أن هذه المفاوضات عبثية أو أنها انهارت وتريد المحافظة عليها هكذا لكن إلى متى؟ يعني هذه الحرب إما أن تستمر أو أنها سوف تنتهي الاستمرار في هذا النوع من التفاوض من دون نتائج إلى أين سوف يفضي ومتى سينتهي أعتقد في النهاية ما أشهده أن الولايات المتحدة تحاول أن تخلق تجد الزخم من أجل التوصل إلى وقت إطلاق نار دائم ويجب أن نتذكر بأن هذا الاتفاق سيكون مؤقت فقط وسيستمر لحوالي ستة أسابيع وبعد ذلك يمكن أن تستأنف العمليات وحتى خلال هذه الفترة خلال هذه الفترة من المفاوضات شهدنا الحكومة الإسرائيلية وهي تضلي أو تزدل الكثير من البيانات بشكل مباشر من التنيه حيث قالت صراحة أنها تنوي بالفعل الاستمرار بالعمليات ضد حماس حتى التمكن من استقصال هذه المنظمة وهذا يبين بأنه وعلى رغم أن هناك اهتمام للدرجة معينة بالتوصل إلى وقت إطلاق النار على الأمد الطويل لا تزال إسرائيل ملتزمة بشكل قوي بهذه العملية في قطاع غزة وربما أيضا ضد المجتمعات الفلسطينية بالضبط الغربية في جبهة موسعة وبالتالي أعتقد في النهاية الولايات المتحدة بدأت تشعر بالاستياء ولكنها لا تحاول التخلي عن هذه المساعدة الدبلوماسية بشكل كامل أعتقد أنها ستستمر بالمحاولات حتى المحاولة التوصل إلى وقت إطلاق نار مؤقت لأن هذا على الأقل قد يؤدي إلى زكم وأيضا قد يغير من سلوك اللاعبين وأيضا ربما سنصل إلى وقت إطلاق نار دائم بعد ذلك يعني هنا أيضا يبدو أستاذ عبدالله بأنه مسألة المفاوضات تستخدم هي التي تبرد الأوضاع في المنطقة الوضاع الإقليمية نحن ننتظر ردا من إيران اتقاما من إيران حزب الله كذلك يريد أن يرد على عملية اغتيال التي جرت فيها الضاهية اليمن العراق البحر الأحمر المفاوضات تهدئ كل ذلك والجميع والجميع ينتظرها لكن إذا هذه المفاوضات لم تفضي لنثائج يعني نحن أمام حبة حبة بنادول يعني مسكن وليست علاج العقدة الأساسية في المفاوضات إذا ما عدنا إلى كلام الزميلة من واشنطن هنا بالضبط إذا ما قبلت حماس المرحلة الأولى التي يجري بمقتضاها يعني تبادل الرهان أو النسبة أكبر من الرهان ويكون الإسرائيل دون وقف إطلاق لار هدنة مؤقتة هذا معناه تفويد لإسرائيل منذ البداية بمواصلة العمليات العسكرية بعد أن تكون المقاومة قد تخلت من الورقة الرئاسية التي تمتلكها هذه هي العقدة ثم أن حتى تدخل المساعدات الضرورية في غزة تحتاج إلى وقف إطلاق نار حقيقي لوقف المأساة والمعاناة حتى قرار مجلس الأمن وفق خلط بايدن أو خلط نتنياو بيتحدث بوضوح في هذه النقطة هذه المعضلة الحقية نتنياو لا يريد وقف وقف إطلاق يريد المواصلة والحقيقة مش كما يبدو على السطح أحيانا أنه الهدف صال حماس فيقول بعض جنرالات الإسرائيلين أن هذا مستحيل أو يقال أن حماس فكرة الحقيقة الهدف الرئيسي الهدف الأعلى في غزة وفي الضفة الغربية التي سوف تتسع الواجهات فيها هو التهجير القصري الرئيس الأمريكي السابق ترامب تحدث موضوح عن توسيع إسرائيل توسيع أراضي إسرائيل دولة صغيرة أمام معالم واسع كان يين توسيع أراضي إسرائيل يعني التهجير إلى الأردن وإلى مصر وإخلاء الضفة الهربية من الفلسطين التهجير قصري من الضفة إلى الأردن ومن غزة إلى سيناء فيه إصرار على هذا المصروح حتى الآن وإذا ما تصور أحد أنه قد توقف أو أجهد إلى الأبد وأجهد مؤقتة والفضل في ذلك المقابلة الفلسطينية يبقى خاطئ تماما إذا تصور ذلك نحن أمام مشروع استطاني توسيع يتكب كل الجراء من حرب من أجل إنهاء القضية الفلسطينية بتفريقها من سكانها تماما دريعة أو أخرى فهم داخلين إلى نفق مظلم أو نفق النهاية يعني شابه طرح أزيل أفكار قبل ذلك صحيح صفقة قرن إيه هو اتكالم وسعادات واسعة تحسين الزوف المعاشية الأرض مقابل الرشوة رشوة مقابل الأرض الأرض مقابل الرشوة أو نتناهم بقولها بسيغة أكثر وقاحة السلام مقابل السلام بما لدي من وقت مشاهدين لموضوعنا الآخر في مسائية الليلة وتكتسي الولايات المتحدة مشاهدين برداء الدفاع عن النظام العالمي متشبث بالأحادية القطبية تدير واشنطن الأزمات العالمية وفق مصالحها وأهمها وضع أساطينها في حالة تأهب لإسناد إسرائيل كما تأهم دبلوماسيها للدفاع عن الكيان منتل أبيب شدد رئيس هيئة الأركان المشتركة شارلز براون على أن وضع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط في وضع أفضل مبديا الجاهزية للدفاع عن إسرائيل وأن الوضع أفضل مما كان عليه قبل خمسة أشهر عندما ردت إيران على استهداف قنصليتها بدمشق في الشرق الأقصى يبدو المحيط الصيني متوترا فتزامنت زيارة مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جاك سوليفن الأولى إلى الصين منذ ثماني سنوات بسلسلة أحداث بدأ أنها تهدف إلى إرباكي بكين فاتهمت الفلبين جارتها بأنها أكبر مزعزع للسلام في جنوب شرق آسيا إثر هجوم طال سفينة اقتربت من جزر مرجانية تعدها الصين جزءا من مياه الإقليمية كما اتهمت اليابان طائرة عسكرية صينية بخرق مجالها الجوي نتابع نتطلع إلى جولة محادثات مثمرة جدا مع وزير الخارجية وانغ سنخوض في مجموعة واسعة من القضايا بينها ما نتفق عليه فيما هناك تلقى القضايا حيث ما زالت تدور خلافات علينا التعامل معها على نحو فاعل وموضوعي وفي الجبهة الأوكرانية يؤكد الرئيس جو بايدن قيادة الولايات المتحدة تحالفا من خمسين دولة لدعم أوكرانيا وأكد أيضا أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب شعب أوكرانيا حتى ينتصر وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف رأى أن مطالب أوكرانيا للغرب السماح لها بتوجيه ضربة إلى عمق روسيا بأسلحة غربية ترقى إلى مستوى الابتزاز وأن روسيا تعدل عقيدتها في مجال الأسلحة النووية محذرا من خطر أن تلعب القوى النووية الغربية بالنار سأبدأ معك سيدة كارولاين روز من زيارة جاك سوليفن إلى الصين الزيارة لافتة جدا في توقيتها ما هي الأهداف وماذا حمل في حقيبته إلى بكين الولايات المتحدة في النهاية مع هذه الزيارة هي الطريقة من أجل اختبار هل لدى الصين خطوط خضراء أو أي مجالات للتعاون مع الولايات المتحدة بالإضافة إلى ذلك في ظل التصعيد مع السفن وخاصة السفن الفلبينية في المحيط الهاد هذه أيضا فرصة للولايات المتحدة كي تقول وتعلن على التزماتها بالإدفاع عن حرية الملاحة وحرية التجارة في منطقة الهاد بالإضافة إلى التأكيد على الدعم لطايوان وأيضا محاولة تحديد مجالات محتمل للتعاون والتنافس مع الصين على الصعيد المشهد الأمني وأعتقد أن الولايات المتحدة أيضا تحاول أن تحدد ما هي موقف الصين الجيوسياسية إذ أن الصين تعزز العلاقات والروابط مع روسيا وخاصة خلال الحرب في أوكرانيا وبالتالي أوليات المتحدة تسعى فعلا إلى تقييم وأن تخطط استراتيجيا كيف يمكن أن تضع استراتيجيا حيال الصين طيب هنا أيضا أستاذ عبدالله السناوي يعني موضوع الأولويات التي ذكرتها الاستراتيجية الأمريكية في المسودة الاستراتيجية العامة للولايات المتحدة الأمريكية تحدثت عن منطقة بحر الصين الجنوبي شرق آسيا كأولوية مقابل أننا قبل سبع أكتوبر قبل الحرب في غزة سنة والسنة التي يسبقها كان الحديث متصاعد في العالم كله وفي العالم العربي تحديدا بأن الشرق الأوسط لم يعد تلك المنطقة التي تشكل أولوية للولايات المتحدة والإدارات المتعاقبة لكن الأحداث هنا تبدو بالأهمية والجهد الذي تقوم به الولايات المتحدة أكثر بكثير من تركيز على تلك المناطق التي قالت أنها أولوية نعم يعني أول ملحوظة الأساسية في زيارة جيك سليفن توقيت نحن في نهاية عهد بايدن ولسنا في بداية عهد وبالتالي هو يعبر عن عهد يغرب يعني بعد شهر أو تين انتهى وبالتالي الأهم هو استطلاع الرئيسة الجديدة أو إذا عد ترامب بشكل أو آخر ما فيه شفاء كبير بينهم في التعامل مع الصين يعني بفكرة الاحتواء يعني بشكل أو آخر وتجد الصدام العسكري طبعا الأولوية دايما من أيام أوباما يعني فيه فكرة استراتيجية نقل مركز استقل من الشرق الأوسط إلى المحيط الصيني يعني إلى الشرق آسيا هذا لم يحدث يعني ما حصل شي لأن الشرق الأوسط يظل هو الإقليم الأكثر أهمية لإثبات القوة والنفوز يعني ماذا نقول هنا استاذ عبدالله نقول أن الولايات المتحدة رغم أنها حددت استراتيجية مناطق أولوية أن الشرق الأوسط ظل يجرها الأحداث أعادتها مرة أخرى وأكثر انغماسا أيضا يعني أنت وقف هي بالسبرار على حفة التورط في حرب إخريمية حرب كبرى ونظلنا إلى التطورات الممكنة المخاطر الحالية أنا قدام نعمل الحرب ممكنين حرب دينية وحرب إخريمية ومتدخلة فأنت تتكلف الحالة دي يعني انفجار كامل مش إخريمي أنا أظن عالمي يعني إذا صورت مثلا قصف المسجد الأقصى لا أحد يعرف ولا يمكن أن يتوقع حج التبعات التي سوف تعتص لن يبقى حجرا على حجر ولن تحفظ أي يعني مصالح السراتيجية للولايات المتحدة أو غيرها أو في أوروبا هذا الكلام أنت بتتكلم على قضية شديدة تحسية وخشنية الخطورة لكنها تمضي ولا يوجد رادع والحرب الإقليمية أنت كل همك في الولايات المتحدة منع رد إيراني كبير أو منع رد كبير من حزب الله دون أن ترضع إسرائيل عن صب بالزيت على إيران المشتعلة لا تفعل أي شيء له قيمة أمريكا خصت أي مزقية طيب هنا هذه حقيقة وهي طرف رئيسي بل لعلها الطرف الأكثر انخراطا في الحرب يعني كانت أستاذ عبدالله كانت تحاول أن تكون وسيط وتعمل توازن عندما كان في موقف عربي بالحد الأدنى ما الذي يجعل ولاية المتحدة الأمريكية إذا كانت بعض الأنظمة العربية والدول العربية تبارك كل شيء أو تنفذ كل شيء تطلبه الإدارة الأمريكية أستاذ نهاية أبوغوش أخذ رأيك نهاية قبل أن نختم هذه المسائية أيضا بموضوع إعادة التركيز على منطقة الشرق الأوسط ما جرى في غزة الحرب التصعيد في الضفة التصعيد مع إيران وكل ما يجري فيها الإقليم هل هو ما يجبر الإدارة الأمريكية على التفاهمات في مناطق أخرى من العالم لتركيز جهدها نصف حاملات طائراتها هنا في المنطقة أعتقد أن الاتجاه للانكفاء الذي برز مع واخر أهد أوباما وخلال عهد ترامب تعرض للمراجعة من قبل الإدارة الأمريكية إدارة بايدن بالتحديد والتي طرحت مشروع الهند الخليج إسرائيل أوروبا في مواجهة مشروع صيني هناك مواجهة صينية أمريكية في كل أنحاء العالم بما في ذلك في قلب أوروبا تحديدا في شرق أوروبا وفي قلب أوروبا في إفريقيا في الشرق الأوسط ولذلك أعتقد أن العودة للشرق الأوسط هي بالأساس لأن الإدارة الأمريكية معنية بالحد من فرص نبو القوى التي يمكن أن تشكل عالم المتعدد للأقباب سواء كانت روسيا أو الصين أو حتى تجمعات إقليمية ودولية مثل البريكس أو التحديد الأوروبا وغيرها فلذلك في قلب هذا الهم يأتي فكرة النظام الشرق أوسط الجديد الذي روجت له إسرائيل لكي تتصدر إسرائيل المشهد في الشرق الأوسط في خدمة المصالح الإمبريالية العالمية الأمريكية وفي مواجهة قوى تتعنافى وتتعارض مع السياسات الأمريكية في العالم وفي الإقليم وتحديدا مع إيران وحلفاها ولذلك جاءت أوفان أقصى لتعطف بكل هذه الخطط ولتظهر أن إسرائيل غير قادر على أن تتولى قيادة دور إقليمي كالذي تطمع له خطوطا بعد تهشم طورة الأمن والقوة والحضرة وكل هذه الأمور صحيح سيد نهاد أبو غوش مدير مركز المساء الدراسات من رمالله أشكرك جزيل الشكر أيضا كل الشكر عبدالله السناوي كاتب الصحفي من القاهرة سيدة كارولاين روز مديرة معهد نيو لينز للدراسات الاستراتيجية من واشنطن مشاهدين المسائية انتهت شكرا للمتابعة إلى اللقاء